اشتركوا في القناة وبه حواس التذوق والبصر واللمس والشم لدى الإنسان فهل سبق لك أن تساءلت؟ أيمكن للنباتات أن تفكر؟ إن حجم النباتات على اليابسة إجمالاً أكبر ألف مرة من حجم الحيوانات لكن هذه النباتات ثابتة ولا يمكنها التحرك في بيئتها وهذا على ما يبدو نقطة ضعف تطورية كبيرة جداً هذا الأمر أكبر النباتات على التكيف بطرق مدهشة تغفلها العين المجردة غالباً أتشم رائحة غريبة؟ النباتات تشمها أيضاً وتتفاعل مع هذه المواد الكيميائية الموجودة في الهواء على سبيل المثال عندما تبدأ الثمار في النطق تطلق مادة كيميائية تسمى الإيثيلين وعندما تشعر الثمار المجاورة بهذا الفيرومون فإنها تندق على نحو أسرع حتى يتسنى لجميع الثمار النطق في الوقت نفسه تطلق النباتات أيضاً روائح تكذب الحشرات لتنشر حبوب اللقاح وبوجه خاص تنمو لدى زهرة القثة المذهلة شعيرات دقيقة دافئة الملمس تفرز رائحة كرائحة اللحم العفن لمحاكاة القثة المتحللة وهذا لجذب الذباب والخنافس لتعمل كملقحات لها من ناحية أخرى عندما يتعرض نبات لهجوم من حشرة أو حيوان أو كائن ممرد فإنه يدرك ذلك وعندما تتغذى الحيوانات على أشجار الصند فإن الأشجار تستجيب سريعاً بإفراز مواد كيميائية تسمى التانينات تجعل أوراقها سيئة المذاقي وصعبة الهضم حتى إن بعض النباتات تفرز سماً كفيلاً بقتل الحيوان لعل بعض نباتات الذرة والقطن أكثر إثارة للدهشة فعندما تتغذى عليها اليرقات تطلق مواد كيميائية في الهواء تجذب التبابير التفيلية التي تحلق إليها وتقتل الحشرات في نهاية المطاف إذن تتواصل النباتات مع الدبابير بطريقة أو بأخرى وبقدر ما قد يبدو ذلك غريباً فإن التسكيلات الصوتية لأصوات اليرقات أثناء مضغ الأوراق تحفز الاستجابة نفسها لدى هذه النباتات فتستجيب دون أي شكل من أشكال اللمس كأنها تسمع تعمل النباتات أيضاً معاً على نطاق أكبر حيث يمكن لشبكة من الفطريات تحت الأرض الربط بين جذور الأشجار في الغابات مما يتيح لها تبادل العناصر الغذائية والمعلومات وقد اكتشف العلماء باستخدام النظائر المشعة أن الأشجار تتبادل الماء والعناصر الغذائية مع غيرها من الأشجار التي بحاجة إلى الغذاء وتزود الأشجار الكبيرة الشجيرات الصغيرة الواقعة في الظل بالغذاء حتى تنمو بما يكفي وتتمكن من الوصول إلى أشعات الشمس والأشجار دائمة الخضرة تتبادل العناصر الغذائية مع الأشجار التي تفقد أوراقها في الشتاء فتساعدها على البقاء خلال ذلك الموسم وهو ما ترده هذه الأشجار مرة أخرى في أشهر الصيف فالأمر يشبه عمليات التبادل التجاري يشير بعض العلماء إلى هذه الظاهرة باسم الشبكة العنكبوتية النباتية وربما أكثر الحقائق إثارة للذهول أن بعض النباتات يبدو أن لديها ذاكرة نباتات الميموسة بوديكا هي نباتات ورقية تغلق أوراقها عند لمسها ويهدف رد الفعل التلقائي هذا إلى إبعاد الحشرات التي تقف عليها وفي تجربة على رد الفعل هذا لاحظ العلماء أنه عند إسقاط هذه النباتات من ارتفاع خمسة عشر سنتيمتراً فإنها تغلق أوراقها عندما ترتطم بالأرض ليس هذا غريباً ولكن بعد تكرار السقوط أربعة أو خمسة مرات توقفت بعض هذه النباتات عن الانطواء على نفسها كأنها أدركت أن هذا الفعل ليس مؤذياً وإذا تعرضت هذه النباتات للاهتزاز بدلاً من السقوط فإنها تغلق أوراقها ولكن عندما تلقى في أي وقت من هذا لارتفاع نفسه فإنها تظل منفتحاً ظل هذا الإدراك لديها على مدى أسابيع وهذا يثبت أن لهذه النباتات ذاكرة بالطبع لا تمتلك النباتات مخاً أو خلايا وأعضاء تعتبر ضرورية من أجل الإدراك الذكي إن المخا والخلايا العصبية لا يمكن تعويضها والنباتات ثابتة وكثيراً ما تتعرض للهجوم لذلك وجب أن تكون قادرة على البقاء على قيد الحياة بعد أن يؤكل جزء منها أو يهلك المخ ببساطة لا يناسبها ولكن إذا كنا نقيس الذكاء أو التفكير بأنهما القدرة على حل المشكلات والتفاعل مع البيئة وحتى العمل معاً في مجموعات فإن النباتات ذكية على نحو مذهل وهذا شيء عليك أن تضعه في اعتبارك عندما تتناول بعضاً من البروكلي موسيقى 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 موسيقى